انت بتقول ايه يا حج زي ما قلتلك كده كتب الكتاب ماسا وياسين ولدي السبوع الجاي بس البت لسه صغار كيفك ديه ليه اللي من دورها فاتحين دور وجايبين بدل العي العشرة واكسر الشر يا امينة انا قلت كتب الكتاب السبوع الجاي يعني كتب الكتاب السبوع الجاي وخرج رابح هو متنرفس جدا وسبق امينة وقفة ومطلع بطة وقالت في سرها كل ديها علشان تلها فلوسها علشان البناية لسه ما تمتش السن القانوني ومش هتكون واصع عليها ومش هتقدر تاخد ارضها اللي انت حاططها في عبك ودلوقت عايز تجوزها المهفوف ولدك اللي ما يقدرش يرفع عينه في عينك ولا يقدر يقول لك تلتي التلاتة كام لا هي رابح لا بكفياك وهنا الباب خبط وكان الزينة بمرض اخو امينة ولات امينة زعلان مالك يا امينة فيك ايه وجبتني على ملوشي في ايه يا امينة رابح يا زينب رابح ناوي نفز اللي في دماغه وناوي جوز مسا الولده يا سين وانت خبرة زيني اني مسا مش بطيقه كل ديها علشان الارض قولي لي يا زينب كيف احمي بنتي منيه القول قولك يا امينة لا لازم تحمي بنتك لو ايه كدي يعني اني حاجة في وشه كيف احميه بعد ابوها الله يرحمه مهما ما تتجوزني غصب وحطي ماسة بجومجوم وما خلاش حد يجرب منه ووقف سوقها كل ديها علشان الارض وما قدرتش اتحدث وياه ولا قوله تلتي التلاتة كام قولي لي يا زينب كيف احمي بنتي منيه انتي ما قدمكيش غير حل واحد ايه هو الحاجين بيه تجوزيه اجوزه عايزان اجوزها من غير امره كيف ديه شكلك الجننتي اياك اسمعي كويس مش قولتي اني ماسة لها ولد عم في مصر وكمان بتقول انه واصب ورايح يعمله الف حساب علشان الهايلمان اللي هو فيه اتصل به وجوله ويحمي بيتك منه ان شاء الله حتى هو اللي يتجوزه لحد ما تتم السمن قانونه وتستلم ارضه انتي بتقولي ايه يا زينب ده ما شافش البيت ولا مرة ده ما بيجيش غير في العيد الكبير بيتبح ويفرج على الغلاب وبعدها بيمشي وما حدش بيشوفه وده طول عمره برا يعني حيبص البنتي قاني هواني قلتا حيتجوزها على طول ده جواز سوري يحميها من ابن عمه وبعدها مش يمكن يعشاجه لما تكون معاه ده ما سابتك مفيش في جمالي تتقول للجمر جم ونجعد مطرحك وبعدها انتي بتقول انه هو بيعزك واكيد حيساعدك والله عندك حاج يا زينب مفيش قدام غير ابن عمه وبعد انتي لحمه ودمه مش حيسيبها المرمطة وبهدالة رابح انا حقول له واللي فيه الخير يجدمه ربني وهو هو العيد الكبير على البواب وحييجي السبوع الجاي محمد الابنودي وهو والده حاتم الابنودي اللي حصل على الدكتوراه وتلع باسا الفرنسا وهناك تجوز واحدة زميلته وخلف محمد واميرة واستطاع محمد بعد تخرجه من كلية الهندسة انه هو يعمل شركة في المعولات وبقت شركة الابنودي من اعلى الشركات في الشرق الاوسط في مجال المعولات وكان محمد بيتميز بالسرامة والشدة في شغله فكان الكل بيهاب وبيحتامه وعلى رأسه معامه رابح الابنودي وصار على نهج والده فكان كل سنة بيزور البلد واهله وبيضحف عيد الاطحى بيضحيه بتليق بمحمد الابنودي رجل العمال الشهير اما عن ماسه كانت قاعدة حزينة لما سمعت كلام ردخلها وامها لانها مش عاوزة تتجوز ابن عمها ياسين لانها بتعتبر زي اخوها بس فجأة اتحول حزنها الفرح لان ابن عمها محمد هو فارس احلامها فكانت بتتبع عباره على انترنت وكانت بتشوف صوره معقول هي حتتجوز راجل بوسمته وقود شخصيته وافتقر الزيارات الوليلة ليهم وكانت دايما بتوقف وراء الباب علشان تشوفه بس هو ما شافهاش ولا مرة وكان بالنسبة ليها هو فارس احلامها وقرب العيد وحضر محمد البلد وانتهزت امينة الفرصة ولقت ان هو ده الوقت المناسب علشان تفتحه في موضوع ماسه وبعد العشاء انتهزت الفرصة عشان جوزها كان جات له مكالمة مهمة وكان بره واستأذي من محمد وبعد ما رحب به وقال له ان طبعا البيت بيتك وامينة دخلة بالشاي قعدت جنبه وقالت له ازايك يا محمد يا ولدي الحمد لله بخير ازايك انت يا حجة امينة محمد يا ابني انا كنت عاوز اطلب منك طلع بس مش عارفة ابدأ معاك ازاي قولي يا حجة ما تترديش انت عارفة كويس ان معزتك من معزة والدتي ربنا يبارك فيك يا ولدي بس وعدني الاول ان الكلام اللي حقوله دي ما يخرجش بناتنا احنا الاثنين ولا حتى عمك رابح يعرف خير يا حجة لقتيني خير يا ولدي الحكاية وما فيها ان بنتي عمك ماسه محتجالك انا عناية ليك يا حجة امينة والبنت عمي طبعا وله هي محتاجة اي حاجة انا مش هتأخر عنها ده لعشان برضو يا ابني عمك يا ولدي ها عاوز يجوز ماسه لابن ياسين انا شايف ان مفيش عيف في الموضوع ده ده ابن عمها واكتر واحد حيحافظ عليها الا بقى لو هي رفضة تجوز منه واذا كان الامر كده انا مستعدة اكلم عمي وما تقلقيش بنت عمي لا يمكن تتجوز غصب عنها هو الموضوع فعلا كده يا ولدي ماسه مش ريد الجوازة ده واصل ده تقبل العمه ولا تقبل الاسم ياسين ده بس الاهم من كده عمك يا ولدي ما كفهوش ان حرم البت من طفولته وحبسها وزليها طول السنين اللي فاتت ده ده كله علشان الارض عشان حتخرج عن طوعه لما تتم السن القانوني وتاخد ارضه عاوزي يجوزها ابنه غصب علشان يضمن الارض ما تخرجش من تحت يده ازاي كلام ده يا حجة انا اعرف كويس احمي بنت عمي وانا هكلمه لا سيجعليك النبي درسه حجر ولو قلت له ممكن ينشف راسه ويعمل برسه ويعمل فيها حاجة طب يعني مدام مش عاوزان يكلمه انا اقدر اعملي كيه وانا مش هتأخر يا ولدي ماسه ديه زي اختك انا كنت عاوزك تطلبها للجواز بصيلها بدهشة وراحت هي كملت بسرعة جبل ما تتكلم اسمعني الاول اتجوزها يا ابني لحد ما تتم السن القانوني وتقدر تاخد ورسها من عمها رابح وبعد انطلقها وتشوف حياتك وهي كمان كلها سنة واحدة بس سيجعليك النبي ما تكسرش بخاطر بس كده يا حجة انت بتطلب مني المستحيل اتجوزها ازاي انا طول عمري باعتبر ماسة دي زي اختي بس انا عندي الف طريقة وطريقة اقدر احميها بيها لا يا ابني دي رابح شراني وابسط حاجة حيتمعك ورات البلد وحيجوزها لابنه ويتحجد انه ابن عمه وهو اولى بيه لو لي عندك خاطر احمي بيتي عمك وراحت قعدت تبكي انا موافق يا حجة بس تكون ماسة عارفة ان الموضوع ده مؤقت لحد ما تستلم ورسها علشان يعني تكون كل حاجة واضحة لنور ولازم كمان تفاهميها انه مرتبط بوحدة وبحبها وحتجوزها ماشي يا ولدي والف مبروك وجميلك دي مش حنساهته لعمري وهنا كانت ماسة وقفة ولا الباب وسمعت بنفسها رفض محمد ليها وقصرت قلبها وتحطيم اعمالها في لحظة واحدة وقعدت تلوم نفسها ازاي فكرت فيه لان واحد طبعا زي محمد لا يمكن يحبها في يوم من الايام بس هي رفعت رأسها بكبرياه وقالت نفسها اما ندمتك يا ابن عمي على رفضك لي مش ماسة الابنود اللي تترفض اللي كل شباب البلد يتمنوا شارى منه اما خليتك تجيني وتترجاني وتقول لي سمحيني ما بجاش ماسة الابنود وفهمت الحجة مينة ماسة بندها وقالت لها ان هي عرفة ان الجواز سوري وموافقة ويوافق رابح ان محمد يتجوز ماسة ماهو طبعا مش هيقدر يقول لا لمحمد الابنود وخصوصا ان هو متطمن على الاخر انه لايمكن يطلب ورث ماسة مش معقول واحد في العزة ولهبها اللي عايش فيهم يطلب ورث امراته وتم عقد القران وتجوزت ماسة محمد وبعد الفرح دخل محمد قوضة العروز وما كانش لسه شاف عروزته وهي كانت حسة بالاسا ازاي ما يطلبش ولو مرة واحدة ان هو يشوفها للدرجة دي هي ما تفرقش معاه دخل محمد القوضة وما لاقاش العروزة بس لقى حد نايم على السرير ومغطية وشها كله وقال لنفسه هي لها اتغير وتنام الظاهر عليها مش حلوة همدرية نفسها مش مهم حلوة ولا وحشة مش فارق معايا خالص ودخل الحمام وغير هدومه وراح علشان ينام وما لاقاش في مكان في القوضة ينام فيه غير السرير فنام بهدوء وحست ماسة بيه وقامت غية متنرفزة وقالت له بغضب انت ازاي تنام جانبي يا بني ادم انت انت صحيح جليل الحي هو عيشتك في البندر نستك عوايدني ما تنساش يا محترم اني غريبة عنك واني امان عندك جم في الزي شوف لك مكان تاني تنام فيه كل ده ومحمد بيبص عليها ومبرع عينيه وفاتح بقه من الصدمة لما شاف حرية قدامه والوش الابيض بالعيون الزر اللي بلون السماء وشعرها الاحمر الناري اللي شبه قلسنت النار اللي مغطي ظهرها كله وكملت ماسة انت يا بني ادم انت يا انا بكلمك مش هتجوم خليك انا اللي حاجوه وهو انت معندكش دام يعني حتسيب حرمة تنام على الارض وانت بجلالة جدرك محمد بيه لازم تبرطع عالسرير انت ايه لسانك متبر منك لم نفسك يا مفعوصة انت تجاني مفعوصة لا ما تفكرش بشوية الفلوس اللي عندك دول انك هتعمل علي كبير انت ازاي تكلميني كده انت مش عارف انا مين لا يا شطرة فوقي اذا كان عم رابح معارفش ربيكي انا حعيد تربيتك من اول وجديد وبعدين عودي انا عايز اتكلم معاك بخصوص الاتفاق هزت رأسها وقامت من على السرير وهي بتبص للأكل ولكنها مهتمة بكلامه خالص يا خضر داني جعاني عنيزك يا ابن عم مش فاضي اتخانج معاك دلوقتي داني جعاني هو مكلتش من الصبح روح روح نمينتي ضحك عليها محمد وراح شد الغطا ونام وراح اتدربته المخدة انت حتنام هنا يا بيجيح جنفيز انا اللي حنام هنا يا بيت حرام عليكي انا تعبان وعاوز انام مش فاضي انا شوخ العيال ده وبعدين استرلوا سعوي سعبة دل واحد عشرة ماشي يا محمد يا ودعم وبعد ما اكلت حطت المخدات ما بينهم وقالت له بتحذير انت حتنام هنا واني حنام هنا حيث سكعينك تكسر الصور اللي بناتني بصلها محمد وقال لها بسخرية على فكرة انا لو عاوز حاجة مش ويت مخدات بتوعك دول اللي حيمنعوني نامي يا ماسة نامي ربنا يهديكي كنت بدنون اياك بتهدي فيي يوه انت عاوز ايه دلوقت انت بتشخد فيها يا ودعمي بص يا ماسة حتنامي ولا وراح بص عليها من فولك احد فهمت قصد وقالت له بخوف ايه انت جليل الحي بتقول لي كلام ماسخ وراح اتدفنت وشها تحت المخدة ونامت وبص عليها وهو بيبتسم وقال لنفسه شكلك كده حتتعبيني معاك يا بنت عم بس انا عرفت اخرك وايه اللي بيخوفك وعلى الطريق وماسة ومحمد مزافرين بالعربية قال لها محمد طبعا يا ماسة انت عارف ان ماما ونادين هم بس اللي عارفين بيجوازنا مفيش حد تاني يعرف بامر الجوازة دي احسن ليك طبعا ولي زي ما انت عارف اني جوازنا اطعتهم ماسة وقالت بحزن عارفه اني جوازنا سوري مش كل شوية تفكرني وبعدين اني كمان مش عاوز حد يعرف بيجوازني علشان يعني يمكن ربنا يوجعني في ابن الحلال ويحبني وحبه وهنا تنرفز محمد وقال لها بعصبية بتقولي ايه رحت هي قلت له بقولي الحقيقي انا عاوز اتجوز من مصر واني كده في الجامعة اكيد حجاب الناس ويمكن اعجب بواحد هناك ومش معجولة يعني ان حد حيعجب بي ولا حيفكر بي لو عرف اني متجوزي فاحسن ان احنا ما نعلنش جوازني طب بقي عمليها كده يا ماسة وانا حقصر دماغك ما تنسيش انك مراطي سوريا سوريا بس يا ابن عمي ومن هنا ورايح كل واحد له حياته الخاصة ما حدش يتدخل في حياتي التاني وما تجلاكش انا حتصرف معاك جدامي الكل على انك ابن عمي وباس مش اكتر من كده اسكت يا ماسة مش عاوز اسمح حسك لحد ما نوصل فهمه؟ يوه هو انت زعلان ليه؟ مش ده اللي انت عاوزه؟ ما ردش عليها ماسة هاجع من الجامعة لقت الكل اللي متجمع في الهول وكان فيه ضيوف قلقت عليهم السلام وكانت لسه هتطلع عودتها وقفتها والدة محمد تعالي يا ماسة تعالي سلم على ضيوفنا دي تبقى رئيفة هاني من اصدقاء العيلة ودي بنتها نانسي وده احمد ابنها اما الامر دي بقى دي ماسة دي بنت عم محمد اديقت نانسي جدا من جمال ماسة ومتح والدة محمد في جمالها وقالت انت تنسيدي حاجة مهمة او يا انتي انها يكون خطيبة محمد بصت لها احلام بديء اه صح يا نانسي وراح تبصت لماسة اللي وشها جاب الوان وحست بها احلام وقالت لها اطلع انت يا ماسة خدي شاور وتعالي حبيبتها عشان تتغدي دخلت ماسة وضيتها وسنت راسع على الباب وقعدت تبكي بجهية دي خطيبتك يا محمد بجهية دي اللي تسيبني علشان هي ماشي يا محمد وبعد كده نزلت ماسة وانضمت ليهم وقام احمد وراح شد كرسي وقعد ماسة جنبه وطول الاعدة كان محمد بيبص الماسة بديه عشان قعد جنب احمد لدرجة ان ماسة اتحرجت منه وشرقت فراح ادها احمد كباية مية وراح سألها هي الانسة ماسة بقى بتدرس في كلية ايه رد محمد بغيظ الانسة ماسة اه تبص بالطبق اللي قدامك ماسة مش مرتاحة وهي بتاكن من نظراتك ليها قال احمد وهو بيبص الماسة اعذرني يا محمد جمال الانسة نادر وبعدين صعب ان حد يشوف الجمال ده وما يعجبش بيه اطعو محمد بحدة احمد ماسنساش نفسك انت هنا في مصر مش في اوروبا ودي بنت عمد وبعدين دي الصعادية ملهاش في اللفة والدوران بتاعك ده وده اخير هتشير شنططها وطرحوا الكلية ولما تخلص هترجع بلاتهم وحتجوز فاهم يا احمد فاحسن لك تبعد عنها قامت ماسة وهي مدية جدا من محمد وانه هو بيقلل منها هو من جهلها للوسط الاجتماعي اللي هم عايشين فيه وطلعت جاري على وضطها ودموعها على خدها وقالت له احلام ليه كده يا محمد كسفتها انا ما عملتش حاجة وانت يا به يا محترم ما تدخلش بيتي مرة تانية غير لما تعرف كويس تحترم الناس اللي فيه فاهم بصله احمد بديق وخرج وديقت نانسي من اسلوب محمد وغرت الواضحة على ماسة وقالت لنفسها البيت دي مش سهلة لازم ابعيتها عن محمد مش حتت بيتي فلاحها تخطفوا مني ولما رجع محمد بالليل من الشركة حاول ان هو ينام ما عارفش وكانت والدته اتصرت بيه وقالت له ان ماسة طول اليوم ما نزلتش من قضتها وحبس نفسها في القوضة ورفضت انها تاكل وقال لنفسه اوفو مش عارف انام ما مش حتت بيتي زي دي حتمشي كلامها علي وقام من نومه وقرر ان هو يروح عندها ويصالحها ويبرر تصرفه ده ان هو مش عاوز والدته تزعل منه وخصوصا ان هي اللي طلبت منه ان هو يصالحها وراح فعلا عند قوضة ماسة قعد يخبط على الباب مرة اتنين تلاتة وما فيش حد بيرد عليه قلق عليها جدا وراح دخل قوضة من غير استئذان ولقى ماسة خرجة من الحمام ملفة رصها ببوطة ولبسة بجامع عليها رسوم كارتونية وانصدمت لما لقاته في وشها فشهدت بفزع وكانت لسه هتصرح جير بسرعة لحطه ايده على بقها اجتمي ايه شفت عفريت وهي بتبص عليه ومبرها عينيها وهو توطر لما يديه لمست شفعيفها وقال لها بهدوء انا حشيل ايدي اوعى اسمع صوتك هزت رأسها بالاجاب وهو رحشال ايده وهي انفجرت فيه انت ازاي تدخل كده قط من غير استئذان يا بني قدم انت ولا عشان انا ببيتك يحجي لك انك تعمل فيه اللي انت عاوزه لا فوق ده نماسة فهم يعنيه انت ازاي تتكلم معايا بالطريقة دي انت اللي ازاي تدخل قط من غير استئذان وانت ناس يا بقى يا هانم انك مراطي سوريا بس ياسم حمد به يا وادعمي ويلا باجا من غير مطروط انا عاوزة انام هويني ومن غزو منها رح قعد وحط رجلي على رجل ورح قلبي برود مش طالع يا ماسح وايه رأيك بقى ان انا حابت هنا دبت الارض برجليها وغزوة قالت لانا باجا حاسبها لك اشبع بيه وان اللي حخرج من هنا رح ماسك ايديها وقال لها اهدي كده وبطلي الهابة اللي انت فيه ده اني هبلي ماشي يا محمد به يا وادعمي وقعدت نادي على احلام بعلو صوتها جت احلام على صوت ماسة في ايه يا ماسة في حاجة وقفت وهي متلغبطة ومش عارفة تقول ايه هي فعلا نادت عليها طب حتقول لها ايه قال لها محمد بخبص اتفضلي قولي مالك وبتصرخ ليه اتفضلي اتفضلي ولا القطة اكلت لسانك وقرب منها وقال لها بخبص ولا تحب انا اقول وقال انا كنت بعمل ايه في قطة نص الليل وقالت احلام بحدة حد فيكم يفهمني انت بتعمل ايه يا محمد هنا عند ماسة وقالت له ماسة بسخرية رضي باجا شوف انت هتقول ايه كنت بتعمل ايه هنا في قطة يا محمد به يا ودعمي قال محمد بكل ثقة اه انا سمعت ماسة وهي بتصرخ وجيت على سرخها زي ما انت جيت يا ماما وقالت ماسة بسرها يا ابني الجينية بتعرف تزوخ كويس وكمل وهو بيبصلها وقال بمكر مش كده يا ماما اه كده يا ماما احلام هواني شوفت سرصار كان في الحمام وطلعت جاري واني بسرخ اصلا بخاف من الصراصير ضحكت احلام وقالت حصل خير وبكرا انا حكلم الشركة المسؤولة عن تعقيم الفيلا حتيجي ترش كل الفيلا وترش قطك انا حسيبك بقى تنامي ويلا يا محمد ولا انت ناود بتهنة ها لا لا يا ماما انا ماشي وخرج وماسة كانت بتطلع له لسانها زي العيال الصغيرة وفي يوم ماسة كانت قاعدة مع دارين واحلام في الجنينة ولقت محمد داخل وفي ايده نانسي اللي كانت متعلقة في دراعه وقالقى عليهم السلام وقال للممطق ان هو هيدخل هو ونانسي عشان يخلصوا شغل في قط المكتب ولما الغدى يجيزيب وينادلهم وكانت ماسة حتنفجر من الغيز وراح اتميدت عليها دارين اللي لحظت غيرتها وقالتها ايه دي يا ماسة مش كده قالت ماسة بتوطر ها اه ده هو انت يعني شايفاني اني بشد بشعري ماني هاديه ما هو باين يا اختي انا لو منك ما خليش واحدة حيزابونة زي دي تخطف جوزي مني جوزي اه جوزك يا عبيطة قعد كوني فاكراني يعني مسدقة جواز السور اللي انتو عاملينه ده ده انا شايفة حب محمد باين في عينيه شايفة ايه يا دارين هو انت يعني مسدقة ما انت شايفها دخلة هيه ومتعلجة في دراعه من غير خشة ولا حية وقطع كلامهم دخول احمد ورح قال بمرح ما سائل خير يا احلى طنط احلام في الدنيا اهلا يا احمد يا حبيبي ازايك نانسي ومحمد جوه في قط المكتب لا يا طنط انا مش جاي علشان شغل انا جاي وهو بيبص الماسة انا جاي علشان وحشتيني قلت كده وانا معد بعربيتي مادام طنط أحلام وحشتك كده ما تعد تشوفها لا يا شيخ يا ودي يا بكاش تبعد خد قهوتك ازايك يا دارين دارين وهي بتتقفف كويسة وانت يا انسة ماسة عاملة ايه الحمد لله اخبار الدراسة عاملة معاك ايه الحمد لله كويسة لو اي حاجة قدامك ومش فهماها اخوك بريم وممكن يشرح لك اللي انت مش فهماها انا دكتوراه في المحاسبة بجد يعني انت يعني هتعرف تشرح للمحاسبة اصلا عندي دكتور رخم ومكلكع المادة كلها على بعضها من الاخر كده الدنيا متشاجلبة خالص طب ما تيجي نعدلها ايه رأيك ها يعني ايه يعني روحها هات الكتاب وانا اشرح لك لا لا متشكري انا بعدين اتعيبك لو كل التعب كده انا موافق بصت له احلام وقالت له وبعدين معاك يا احمد ماسة مش حملك ولا حملة هزارك ده وراح اتميل الدارين على ماسة وقايت لها بقول لك يا بنت يا ماسة دي فرصة وجدلك استغل عم الرمي ده وشعليل البها خوية لمعت الفكرة في عين ماسة وقايت لها تسدجي دي فكرة بس تفتكر يعني ان الحجر حيلين افتكر ده انا متأكدة جربي وقالت ماسة لأحمد طب انا هروح اجيب الكتاب بس وعد زو طلعت ماسة جاري وجابت الكتاب وقعدت جنب أحمد وقعد يشرح لها وقالت احلام امي بقى يا دارين هتعود في وجه الدماغ ده تعالي نشوف الصفرة جهزة ولا لسه وقبل ما تقوم ميدت على ماسة وقالت لها ربنا معاك اجمدي كده وانا بقى حروح افجر الكنبلة واجمدي اوعد كشه زي الفرخة خليك أسد وقالت ماسة بحزن ربنا يسطر وعلى الصفرة قالت احلام روح يا زينب اندهل محمد به وننسى علشان يتغده وانت يا دارين روح اندهل ماسة حاضر يا ماما ودخل محمد وننسى وقالت احلام ما تقوم يا دارين اندهل احمد وماسة علشان الغداء قال محمد بغضب احمد ومين هو احمد هنا وهم فين قالت دارين ايه دا يا ابيه دا ابيه احمد بيشرح لمسة المحاسبة انت عارب بقى ان هو شاطر فيها وماسة ما صدقت وشبطت فيه شبطت ايه دا يومها مش فايت خرج محمد بسرعة وهو متعصر وراح الجنينة ولقى ماسة قاعدة جنب احمد وهو مقرب منها جدا وقال لها بحدة ماسة قامت ماسة وهي بترتعش وبتقول لنفسها الله يرحمك يا ماسة الله يكنت طيبة وقربت منها دارين وقالت لها يا بيتك مدي الله يخرب بيتك يا دارين ونصيحك السودة وقف احمد وقال باستغرب لمحمد في حاجة يا محمد ما لك متعصب كده ليه بصله محمد بديء ومن غير مقدمات رح مسك ماسة من ايديها وجرها وراه وقال احمد انا مش فاهم حاجة قالت له دارين احسن خليك كده وكملت في سرها ما كانش يومك يا ماسة والله يكنت طيبة الله يرحمك وعندي ماسة دخلها محمد القوضة وراح قفل الباب وهي قالت له بخوف ايه ايه في ايه قرب منها وهي بترجع لورا انت قفلت الباب ليه افتح الباب يا محمد اخراصي خالص يا هانم يا محترمة بقى قعدة وهو مميل عليك ازاي تسمحي له اقرب منك بالشكل ده 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 كان بيشرحلي وبعدين احترم نفسك ايه ميل علي دي دي انا عارفة حدود كويس انا مغلطتش في حاجي وليك يا انت تكلمي انت ملكش دعوة بي اقعد مع مين ولا كلم مين انا حرة كفايا عليك بقى الست نانسي بتاعتك انت بتقولي ايه كل حاجة فيك تخصني من شعر راسك لصبع رجليك يا هانم انت ناس يا انك مراطي وعلى اسمي سوريا بس يا محمد به يا ودي عمي بطالي تقولي ابن عمك دي لاه هو انت مش ابن عمي لا ابن عمك وجوزك كمان فاهمه ومش كل شوية بقى تفكريني وتقولينا ان جوازنا سوري وكمل بخبص يظهر ان الموضوع مش عجبك تحب خليه جواز فعلي علشان تعرفي كويس ان انا جوزك انت انت جليل الحي اطلع برا مش قابل معيد تربيتك من اول يا بنت عمي انت انت هتعمل ايه اخذ الشيطان اخذ الشيطان يا ودي عمي تاني تاني ابن عمك ام مالا جول ايه وخرج محمد من دوامة مشاعره مطلع بطه ما بين الغيرة والحب والغطب على صوت والدته افتح يا محمد بص الماسة وقال لها بهدوء محدش حينجدك مني غير ماما والتاني مرة اشوفك قعدة مع احمد ده ولا غيره ما تلوه مش غير نفسك وخرج وسب الكل وهو بيبص عليه وهو مداش اي تفسير عن اللي عمله ورح قال لدارين بهدوء ادخل لها وخليها تطفح دخلت دارين لماسة وقالت لها هيا ماسة بنقول سبع ولا قطة لا يا اختي جوليفار داني كنت حمود في جلدي وعمل زي الغول كده الحمد لله اني ماما احلمنا دي تعالي طب بقول لك ايه خلينا بقى ماشينا عن ناغة مدي لا لا كفاياك دي انا كنت حروح في الرجلين بس تفتكري يعني يا دارين هو بيعمل كده ليه عشان يعني انا بنت عمه ولا عشان ايه رح تقيت لها دارين بغيز انا ايمة احسن ما يطقل عرق احسن في ناس هده بتفهمها وهي طايرة ومرت الايام ومحمد وماسة كان مجرد نائر ونقير وكان محمد بيتحكم في كل حاجة تخصي ماسة سواء لبسها طريقة كلامها بتكلم مين بتقعد مع مين وعين سواء خصوص يوديها ويجيبها من الجامعة غير كمان اني كن في حرس بيرقبوها ويشوفها هي بتكلم مين في الجامعة واعدت مع مين وفي يوم في الشركة وبعد الاجتماع الاحمد لمحمد محمد انا عاوز اتكلم معاك في الموضوع ولاحظ محمد التوتر في عين احمد ولاحظ محمد التوتر اللي كان باين في عين احمد في ايه يا احمد ملك متوتر كده ايه يا عم من تدخل امتحان ماهو فعلا كده ممكن يعني تعزمني على العاشة عندكم عشان انا عاوز صنط احلام ويكون الكل موجود لا ده موضوع خطير بقى وانت محتاج واسطة اه بصراحة ومش حينفع كده عارضوا عليك من غير ما تحمى في حد اه يا جبان طب انا مستنيك على العاشة وهنا دخلت نانسي انا شم ريحة خيانة عاملين عزومة من غيري لا انا لازم اكون فيها وقال لها محمد انت طبعا اول الموجودين انا مستنيكوا بالليل وفي يوم وماسة كانت لت سخاركة من الجامعة وقفها معيد وكان معجب جدا بماسة وكان اسمه عمر وراح قالها بهدوء اه انسة ماسة انا عاوزك في كلمة اه انا بصراحة كده من غير لف ولا دوران اه انا معجب بيك نعم انت ايه اسبوري بس شوية اه انا طالب منك نتحدديلي معادي مع بابا عشان عاوز اجي اشرب الشاي معاه اتمنى يعني انك تكون شريكة حياتي ماسة بغضب انت بتقول ايه انت ازاي تقول كده اه انا مش فاهم يا انسة ليه عصابتك دي انا داخل بيت من بابه اه لو في حد يعني في حياتك اممكن انسحب بهدوء تنسحب ونص كمان اه دا اللي كان ناجس وراح تمشت وثبته يا انسة يا انسة بلى انسة بلى زيفت وهنا رح تلاكزتها دارين في كتفها بطل يا زيفتة معلش يا استاذ عمر اصل ماسة باباها متوفي وهي قاعدة عندنا في البلة ومحمد اخويا هو ولي امرها ممكن حضرتك تيجي بالليل وتعرض موضوعك عادي مش كده يا ماسة برأيت لها ماسة بصدمة وهي غمزت ليها وقال عمر بفرحة مش تقولي كده انا حكون عندكم بالليل الساعة تمانية كويس وقال الدارين ماشي يا استاذ عمر احنا مستنينك وبعد ما مشي رح تقايت لها ماسة انتي كده بتولع الدنيا يا دارين اسكت انتي انتي مش عارفة حاجة اما خليتك يا محمد تقول حق برقبتي ما بقاش انا دارين معلش بق يا اخويا حتصعب علي سامحني يا رب ده انتي بتجاز ماشي على الارض يا بيت انتي بس الصداجي يستاهل بس لما اطلو بالندي ما تجدش انت زي الفار وتستخبي وتسيبيني الواحد ها ماشي ان شاء الله بقولك ايه مدام كده احنا خلصنا بدري ايه رايك نروح النادي ونقعد نتغدى هناك اهو نغير جاو ونريح احصبنا علشان بقى نستعد الحرب بالليل ماشي يا اختي واللي يمشي وراكا حيروح في دهية وفي النادي بعد الغداء جي واحد اسمه باسم وده صديق العيلة ومعجب جدا بماسة لما شافها مع دارين وراح سلم عليهم وقال لها وهو بيبص الماسة ازايك يا دارين وقالت دارين يوه مش حنخلص عاوزه يا باسم من الآخر هي هي قربتك دي حلوة او ازاي قامت ماسة وهي حطها ديها في وسطها ما تتحشم يا جدا عينتي دي دي ايه الناس اللي بتتحدف علينا دي وقاله هو هيمان وفي دنيا تانية ما هو انا متحشمه ده انا حطى الحش ما بين على وشي دحكت دارين وقالت ايه يا عمي باسم انت تهبت وقالت ماسة بغطم امشي يا بتاع انت من هنا احسن خليك تترحم على نفسك النهاردة وقال بهيام يا ريت ايه البني ادم دي اني جيمي انا مستنياك يا دارين في العربية وطلعت جاري اما دارين قالت لباسم دانت بقى واقع على الاخر اوي اوي يا دارين ما تعرفش اوصلها ازاي دي لا يا حبيبي دي الصعادية ملهاش في الالوان يا بيض ياسوي ما بتحبش هي اللون الرمادي وده عز الطلب طب مدام انت كده ايه رأيك تطلبها للجواز يا ريت بس تفتكر انها هتوافق علي توافق امال ايه ده بتموت في دبديبك ده ايمة ونايمة على سرتك بس يعني هي مكسوفة شوية انا هقول لها بيه وحنستناك النهاردة تجي تفتحه الاول وبعد كده تجيب باباك متشكر يا دارين انت ما تعرفش انت هتخدميني خدمة العمر كله لا العفو وقالت دارين في سرها والله يا ابني سدقت ما هو عمرك حينتهي النهاردة معلش يا باسم جات فيك انت كنت طيب يا اخويا بس اعمل ايه بقى لزوم التحبيش وبالليل وبعد العشاه ومسا بتسعد ودارين بتشجعها اجماد يا بيت هي موتة واللطة لا يا اختي داني لسه مبرحتش بشبابي ده انا بخدمك خدمة العمر كله هتشكريني بعد كده ربنا يسطر هي المصحية هتبتدي امتي بص هناك هنا الصطرة هتترفع وهنا دخلت الشغالة وهي بتقول لمحمد محمد بي في واحد اسمه عمر عاوزي قابل حضرتك وبيقوله ان هو معيد في كلية ماسة هانم بص محمد لماسة وهو بيديع عينيه وبيقول يا طره هببت ايه في الجمعة يا ماسة وقالت دارين هي يعني من جهة هببت فهي هببت يا ابي بص لها محمد بنظر التحذير دارين الفاظك اه انا قلت حاجة ما نسكت اهو وقال محمد علشان يروح قط المكتب وراح قال له احمد محمد انا عايز اكلمك في الموضوع اللي عاوزك فيه سواني يا احمد هشوف اللي جوه وراجع لك حالا وفي قط المكتب قال محمد خير يا استاذ اه عمر عمر يا فندم انا معيد في كلية الانسة ماسة الانسة اه وحضرتك عاوز ايه بقى من الانسة ماسة اه انا عارف ان هي ضعيفة شوية في المحاسبة لا لا يا فندم انا جاي لحاجة تانية خالص حاجة تانية وايه هي كان عمر متوتر جدا من نظرات محمد الغاضبة له وقال محمد يا ريت حضرتك تقول اللي عندك انا مش فاضي جمع عمر شجعت وقال بسرعة اه انا طالب القرب منك انا طالب ايدي الانسة ماسة نعم طالب مين الانسة اكتم وراح محمد وقف الباب المكتب بالمفتاح وقرب من باسم وقال بهدوء قلت لي باه انك طالب تتجوز الانسة ماسة يا ريت يا فندم وكان لسه هيكمل كلامه اتفاجئ بمحمد هو بينقض عليه زي الوحش وبعد ما خلص اتصل برئيس حرسه ايوة يا نادر الزبالة اللي في قط المكتب تتخلص مينها حالا اتفاجئ الكل في الهول ونادر هو دخل بسرعة ومعه رجالته وقالت احلام هو في ايه قالت دارين يا عيني عليك يا عمر كنت طيب والله قالت لها ماسة هو عمل في ايه معرفش يا اختي والنبت مقاطين انت بسجاتك وخليك في نفسك وخضيلي كده حبتين شجاع لا يا حبيبتي مش ماسة اللي تخاف وهنا خرج محمد وهو بينادي عليها بغضب وقفت ماسة وهي بترتعش وبتقول بزهر نعم يا محمد ورح تقايت لها دارين واضح يا اختي واضح انك مش بتخافي خالص حصليني على قط المكتب وهنا دخلت الشغالة وقالت لمحمد ان فيه واحد اسمه باسم الضمنهوري عاوز يشوفه مش وقته قولي له بعدين قالت له احلام في ايه يا محمد ده ضيف وبعدين والدته الله يرحمها نعرفها عز المعرفة قولي له يا نعمات انه هو يدخل يا ماما انا مش فيه قابل حد خالص اما انت بقى تعالي معايا اسم ايدي انا مش روحة بحتة وهنا دخل باسم مساء الخير قالت احلام مساء النور يا ابن تفضل منشكر جدا يا طن محمد بيه انا كنت اعاوز حضرتك في الموضوع معاك احمد يا حدد معاه معاد وانا هستنك بكرة في الشركة لا يا فندي ما هو الموضوع اللي عاوزك فيه موضوع عائلي شوية مش ينفع يعني مع احمد باشا وهنا هديق محمد عنيه ولقاه بيبص الماسة عائلي طب حصلني على المكتب وكمل وهو بيبص الماسة وانت ترزعي هنا ما تتحركيش من مكانك وفي قط المكتب ها ايه هو الموضوع العائلي اللي حضرتك طالبني فيه واخلص كده من غير لف ولا دوران قال باسم بخوف يا محمد باشا ايه خلص حاضر حاضر انا طالب ايدي الانسة ماسة رجع مع حمد شعره الورا وقال بهدوه عال قوي وقال في سره يا طرح قيمة حطابك هتخلص امتى يا انسة ماسة وكمل وهو بيبص الباسم وانت بقى شفت الانسة ماسة فين انا شفتها في النادي بس والله ما كلمتها خالص انا واجبت بجمالها وبهدوءها وقبل ما يكمل اطوى محمد بحدة كلمة زيادة هتقرأ على روحك الفتحة ورح قفل قط المكتب وطاخ طيخ لحد ما الودما بقى جسة واتصل بنادر تعالى لي يا نادر قط المكتب في ايه يا باشا وحد من اهل الود ده عمل حاجة لا يا سيدي ده وجه جديد ودحك نادر وقال حاضر حاضر يا باشا انا جاي حالا ودخل نادر ومعاهة نمر الفراس وقالت احلام هو فيه ايه هو ايه اللي بيحصل النهاردة واللي بيضحو قط المكتب مش بيطلع ليه انا حقوم اشوف ايه الحكاية قالت لها نانسي قاعد انت يا انتي مفيش حاجة او محمد جي اهو ايه يا محمد هو انت مش ناوي تقعد معانا النهاردة قاعد بقى يا عم علشان احمد مش قاعد على بعضه عاوز كده يعرف رفاقك في حاجة مش كده يا عم الروميو انت انت ساكت ليه ما تتكلم وقال محمد بديق ولا احمد بيبص الماسة اه هي فيها عم الروميو اتفضل انا سمعك قول عاوز ايه في ايه يا محمد انت هتتكلم وانت واقف اه مستني لما شوفه الاستاذ روميو حيقول ايه مش طريقة دي يا محمد انا هاجل كلام في وقت تاني قطع محمد بغضب قاعد وتكلم واخلص وقل اللي انت عاوزه من الاخر ولا اقول لك انا عاوز تتجوز ماسة صاح قالت نانسي بدلع صاح وربنا عرفت منين اه مهي مفهومة نشوف الاول رأي لانسة ماسة ايه رأيك يا انسة وضغط على كلمة انسة وهو بيكلمها قالت ماسة والله يا واد عمي لو انت موافق انا ما عنديش مانع وراح تحطت وشها في الارض وعملت مكسوفة وقال محمد بغضب انت شايفة كده لا وعملة مكسوفة كمان طب ماشي انا هقول لك رأي بس مش هنا فوق قدامي على فوق وقالت ماسة بخوف اه لا لا هنا انا مش طلع الحاجين يا دارين الحاجين يا ماما احلام وقالت دارين بخوف لا يا حبيبتي والحد هنا بقى مقدرش اتدخل اما عن احلام قالت بمقر روح يا محمد خد ماسة وهي حتبلهاك رأيها يا حبيبي قالت ماسة وهي بتبص لدارين وبتلاحق خطوات محمد وهو مسك اليها وطلع السلم حتى انت يا ماما احلام يا دارين يا جباني والله لا عرفك وضحكت احلام ودارين وقالت نانسي اه انا مش فهم حاجة هو ليه بيعملها كده وكمل احمد ما تفهمين يا طنت اللي بيحصل وقالت احلام بكرا ان شاء الله حعمل حفلة كبيرة والكل حيفهم ايه اللي بيحصل بالزبط وفي قوضة محمد قالت له ماسة وهي بتوجه سبابة ايديها ليه وبتقول له بتحذير ان جربت مني مش هيحصل لك طيب بقى انت موافقة ومكسوفة واللي تشوفه يا ابن عمي وكل شوية هجايل لواحل ومغرم بالست الهانم وطالب ايدي الانسة ماسة وقالت له ماسة بغرور ايه والله دي مش غلططي يعني انا حلوة والكل معجب بي انا ماري باجا وبعدين انت السبب انت اللي معرفتش الكل بجوازني فعلا انا الغلطان وانا السبب في كل ده ايه وكده اعترف بغلطك يا محمد به يا ود عمي وقال له بغضب مفيش ابن عم هنا وهو بيقرب وهي بترجع لورا محمد به احجل يا ابن عمي عقل هو انت خليتي فيه عقل وبعدين مش حابعت بقى لما تقول محمد جوزي وحبيبي كمان ها اقول ايه جوزي وحبيبي وهنا تسكت شهرزات عن الكلام المباح والحد هنا تخلص حكايتنا اتمنى تكون القصة عجبتكم القصة دي من تأليف يبط الله ولو عجبتكم قصتي الكل يعمل لايك واشتراك يا احلى متابعين واللي ما اشتركش في القناة يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس على الكل عشان توصل القصة الجديدة واللي حابب يقترح اسماء الابطال القصة الجديدة هيكتب لي في التعليقات اما عن قصة امبراطور الصعيد هنزلها كلها على بعضها ان شاء الله الحلقة الجاية علشان باذن الله انا نوية انزل هنا القصة كاملة على بعضها مش هنزلها حلقات عشان متزهقوش مني بحبكم جدا اشوفكم على خير